السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم من مطخبلها انا مع مونة اقدم لكم النهاردة طريقة الجبنة القريش الجبنة القريش بقى انا حبيت ان انا اعملها في البيت طبعا صعب هنا لان انا عيشة في اوروبا ان انا الاقي الجبنة القريش دي عندي مستحيل يعني فانا حبيت بصراحة ان انا اعملها وفعلا عملتها وعملت لكم الفيديو بتاعها شايفين شكلها خطيرة اللبن الحليب وهحط ست معالق من اللبن النيدو بصوا بقى فيه فيه كزا حاجة في الملحوظة في الفيديو هقولها لكم دلوقتي انا حطيت اللبن النيدو اولا عشان انا الحليب اللي معايا حليب من السوبر ماركت يعني بتاع السوبر ماركت منزوع من الدسم حتى لو حطيته ثلاث ليالي في التلاجة مغلي ما بيعملش اشتر تمان اللبن الفريش بتاع المزارع بالنسبة لنا احنا مصر والبلدان العربية بتجيبي بس الحلة وبتدفيها على البوتجاز من غير ما تحطي اي حاجة خالص بتدفيها على البوتجاز وتحطي فيها الحليب وتبيتي ليلة كاملة في فرن البوتجاز تصبح الصبح بقى تشيل الاشتر منها على الوش وتعمليها جبنة قريش بنفس الخطوات اللي انا هعملها طبعا بقى ده الموج دوت فنجان الشاي دوت انا حطه فيه خل اللي بعد اما اللبن ما دفي معايا انا ضفت الخل الخل دوت بديله المنفحة حاجة كده اسمها منفحة فيه منها نوع بودرة وفيه منها نوع ساكل طبعا اللي مش حابب بقى بيديف المنفحة دي زي ما قلنا اللي هي اللبن بالنسبة للمعاملة مع اللبن الوص سوبر ماركت مش لبن المزارع زي ما قلتلكم هيديف المنفحة دي اللي مش حابب بقى يحط الخل تمام كده هنا اللبن كان معايا دافي زي دمع العين حطيت الخل وبعد كده اخلي يسخن شوية بسيطة يعني ما يغليش ولا يسخن سكونة كاملة تمام هعزل بقى اللبن بقى عن البتجاز واسيبه حوالي نصف ساعة هبص لقيه يعني عزل الميا الصفرة دي لوحدها وخلى كتل الجبن اللي هي لحيتة الجبنة الصغيرة دي لوحدها تمام بصوا بقى عشان التوضيح بص الميا بتاعة الجبنة بقى يتعاملة ازاي؟ هتعزل اكتر من كده زي ما اتفقنا هعزلها عن البتجاز تماما وبعد كده هرجع لها بعد ونصف ساعة هوراح لكم هنا بعد ما عد عليها من نصف ساعة محضرة طبعا الطرحة بتاعتي او الاشار بأي حاجة خفيفة علشان بس التصفية تمام؟ لاننا لو حطيتها في المصفى على طول مش هتتصفى هتنزل الكتل الجبنة الصغيرة دي فيها بص بقى الميا بقى تصفى وصفى ازاي؟ والميا دي احنا بنحتفظ بيها لانها هي اللي هتحفظ لنا الجبنة هصفي بقى الكمية اللي معايا كلها بنفس الشكل جده بصوا الميا لونها عامل ازاي يعني صفية تماما طبعا اللبن لو معايا لبن مزارح هيطلع للكمية اكثر من كده بكتير انما علشان اللبن اللي معايا هنا من السوبر ماركت ما بيطلعش الكمية جبنة كتير عشان بس بقى المعلومة دي واضحة للكل وان شاء الله يعني انا يعني رايب هعملها لكم بالمنفحة برضو علشان تشوفوا الطريقة التانية تمام كده انا صفيتها خلاصة هي اللي حابب بقى يعملها جبنة جبنة تلاجة عادية بدون ملح او جبنة تلاجة بالملح برحتكم خالص اول ما تصفوها بالمرحلة دي تضغطوا عليها باي حاجة تقيل علشان تتصفى كويس هسابها حواليه ساعة بالظبط بصوا هنا بقى بدأت الجبنة تتماسك معايا والحصيرة بقى دي بقى الحصيرة دي انا القطة يعني بتوع الوالدين والله الحصيرة دي انا لفت عليها كتير جدا فانا بتجول على يعني في محل كده ادوات منزلية القطة موجودة على جنب هم بيستخدموها ستارة لشباك بس انا مليش دعوة بيهم انا باستخدمها حصيرة للجبنة بصوا بقى شكل الجبنة بقى جميلة جدا اللي حابب بقى يستخدمها جبنة تلاجة زي ما قولنا بيسيبها ليلة كاملة وهي مضغوطة كده عشان يقطعها فرطات تبقى متماسكة انا هنا طبعا بالنسبة للجبنة القريش انا عملتها بالشكل ده وهعملها زي رول طويل كده ولمها كويس او بصوا بقى للحركة دي بشد جزء الحصيرة من تحت واضغط التاني رول من فوق علشان ألفها وألفها واضغط نفس الضغطة دي تمام؟ علشان تديني شكل الجبنة القريش بالزبط بصوا بقى يعني بنفس الشكل كده انا عندي ما قعدتش في الحصيرة كتير حوالي بس تلات ساعات أنا سبتا يعني خرجت مشوار عملت شوية طلبات كده ورجعت بقى كانت خلاص هسيبها بقى تلات ساعات ونرجع هنا بعد ما عد عليها بقى تلات ساعات بصوا بقى شكل الجبنة والله جميلة ومتمسكة يعني خاطيرة هنا هبدأ ان انا اقطع بقى الاحرف من الاتجاهين من هنا ومن هنا وعند كل خط من الحصيرة كده هقطع مكان العلمة بالزبط انا كان نفسي ان انا كامل لكم التقطع والله بس جالي كده يعني اتصال وقطع التصوير خالص شوفوا بقى شكلها بعد ما قطعتها يعني خطيرة جدا والله وطعمها جميل 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 ما تتفرقش شوفوت جنن والقطع ما شاء الله متماسكة وجميلة جدا تعالوا بقى اقول لكم هنحفظها ازاي طبعا انا عندي علبة من التلاجة على قد الخمس قطع بتوعي يعني همو مش كتير لان مفيش حد عندي بياكل الجبنة كتير هحط الخمس قطع جنب بعض بالشكل ده وطبعا عندنا المية اللي احنا كنا شايلينها وعزينها على جنب دي الجبنة اللي متبقية دين هعملها بقى بخير وطماطب كده وكلها دي بقى هنا بقى الجبنة دي حطيت عليها الملح بتاعها علشان تبقى الجبنة معانا حد او مصبوطا حطيت بقى المية دي المية دي الناس بتوعي الجبنة او الناس عندنا يعني كده بنسميها في بلادنا اسمها شرش شرش بتاع الجبنة يعني المية بتاع الجبنة هغطي بقى الجبنة بالشكل ده واحفظها في التلاجة يعني تقعد عندك على قد ما تقعد ما يجرلهاش اي حاجة حادث شفوا بقى خطيرة ازاي اتمنى كون قدرت اوصل لكم المعلومات كلها بالضبط كده والشرح يكون مصبوط ودي طريق النهاردة في التقديم يا رب بتكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكمان اللايكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي من الحال